أبتدي بيكو بقى محمد قولي حكايتك ليه اللي دخلت في مدرسة السويدي حكيلي القصة أولا أنت في سنة كام؟ في سنة تانية طالع تالتة تانية وطالع إيه بقى القصة وقولي إيه اللي فكرت فيها ازاي وكده؟ هو طبعا سنة تالتة عدادي اللي كانت قابلي لما دخلت قولها سنة ونظام التعليم تغير اللي هو نظام التابلت تمام؟ فهو زمالي بقى اللي هم أكبر مني بسنة نصحوني لأنه أنا ما أدخلش السنوية أشوف مجال تاني فها كانت التكنولوجيا التطبيقية بديار بنجمع مركزي طبعا فهي كانت لسه بتتفتح أنت مش شرقية؟ أنا مش شرقية أي فها كانت لسه بيفتحوها وكده تمام؟ فأنا أدمتي فيها وكمان اللي هو عجبني الطريق اللي هو يعني المعلومات اللي أنا أخدتها عن المدرسة بتدرس إيه؟ بتذكر إيه؟ أنا كهرباء كاسم كهرباء هل ده كان في دماغك أن أنت تطلع يعني متخصص كهرباء؟ أنا في الأول كنت حابب كاسم ميكانيكا تمام؟ بس هو اللي إحنا بقى تقسمنا حسب المجموع وكده فأنا مجموعي كان كهرباء مش ميكانيكا هو أنت عندكم إيه؟ كهرباء وميكانيكا؟ ميكانيكا بس فالمفروض أن أنتوا تطلعوا بعد كده تشتغلوا في شركة السويدي مثلا؟ طبع مصانع السويدي آه طبع مصانع السويدي فأنت حاسس كمان أنك أنت بتدرس حاجة هتلاقلها شغل بعد كده؟ بالضبط وحاجة أنت حبيتها فأنت هتبدأ في المجال اللي أنت حبيتها أنت مبسوط بتحب الحكاية دي؟ آه حبيتها جدا لو أنت أسسان يعني في علاقة بين المدرسين وبين المهندسين اللي بتدرسونا فأنت حبيت الموضوع فهتبدأ فيه إن شاء الله أنت بتدرس يعني الدراسة دي جزء نظري وجزء عملي ولا كلها عملي؟ فيه جزء نظري وجزء عملي وفيه مواد سكافية اللي هو عربي رياضة علوم أه برضو مواد إضافية إنجليزي إنجليزي وفيه بقى اللي هو الكهرباء اللي هو التخصص فيه نظري وفيه عملي اتخذي نظري والطبعي في الورش عملي وفيه تدريب في المصنع أكيد دي أحلى حتة دي أحلى حتة مش كده أنا متخيلا دي أجمل أجمل حتة جزء يعني في الدراسة إبراهيم توشيبة العربي قولي قصتك في قوسنا أنت من قوسنا؟ وقاعد في قوسنا من وفيه قولي بقى القصة ليه اللي خلاك ما تكملش سنوية سنوية وتكمل طبعا أنا بعد ثالث عدادي طبعا بدأت مجموعة كان إيه؟ قولي الحقيقة كده يعني كان 260 وكان اللي هو إيه كام في المية يعني حاجة بتسعيد ده أنت عالي شاطر يعني فكان طبيعي عادي تكمل سنوية ده باختيارك جدا فيه اللي خلاك تعمل أنا الأول بعد مخلص ثالث عدادي بدأت يعني أعمل سيرش على السوشيال ميديا أشوف إيه أنظمة التعليم الجديدة ما بحبش دايما أكون تقليدي أو أدخل تعليم العام التقليدي زي الكل اللي دخله فلما دورت لقيت أن العربي يعمل مدرسة تكنولوجيا تطبيع واسم تكنولوجيا تطبيع أصلا شديني لأن أنا كنت أول مرة أسمع عنه فحبيت أن أخذ الرزق وأجرب حاجة جديدة ولما دخلت المدرسة بصراح حبيت النظام هناك أنا كاسمك عربا ما كانش في دماغي أقسام أو كده ما كنتش عارف أي حاجة عن التعليم الفني ولكن لما دخلت وبدأ يكون فيه ترابط قوي جدا بيننا وبين المدرسين فده يعني قوة حبي للمدرسة أكتر وقوة حبي للتخصص أكتر طيب بصراحة ما جاش والدك أو والدتك قالوا لك أنت وجاي بحاجة وتسعين في المية في الإعدادية يعني ممكن تخش سنوي تبقى شاطر وتخش الجامعة وتبقى مهندس كهرباء يعني تخش بقى كلية هندسة وتبقى مهندس كهرباء ما فكرتش تسلك الطريق ده؟ بصراحة والدي هو مشجع جدا فكرة إن إحنا ندخل التعليم الفني فعلا؟ برافو لأنه هو شايف إن التعليم الفني أو الصناعة عموما هي أساس تقدم أي دولة زي ألمانيا مثلا هم متقدمين جدا بسبب تقدم التعليم الفني بتاعهم وتقدم الصناعة بتاعتهم وده حقيقي عندك الصين عندك اليابان عندك دول كتيرة جدا أيما على الإدين الأيدي المهيرة اللي هي في الصناعة في الصناعة